شيء آخر احنا ككنيسة لازم في عنا عمل وهذا العمل مثل ما ذكرت هو خلاص النفوس والاستعداد للمجيد الخلفية لهذا الموضوع انه من سفر رؤية كان يحنى بسبب الاضطهاد اللي حدث في ايام الامبراطور دوميشيان او دوميتيان والنتيجة كان في قتل كثيرون من المسيحيون ومروا باشد العذابات يحنى اخذ الى النفي الى جزيرة تدعى بطمس من اجل كلمة الرب ومن اجل شهادة يسوع المسيح واي شخص بيقرأ في السفر رؤية انا عاوزك تشوف كم مرة بيتكلم الغرض من هذا السفر دائما بيتكلم المحور اللي هو شهادة ربنا يسوع المسيح وهذا ما يجعله انه صعب تصنف هل الله بيتعامل مع شعب ولا شعب اخر ولا الكنيسة بغض النظر كل الموضوع هو شهادة ربنا يسوع المسيح ويذكر استلاحات متل ما ذكرت عبرانية سواء عن انبياء العهد القديم ومواصفاتهم او القديسين بحسب تعليم العهد الجديد ولكن دائما بيربطها بشهادة ربنا يسوع وفي اصحاح 19 فان شهادة ربنا يسوع هي روح النبوة فبالحقيقة انه كل النبوة اللي موجودة في الكتاب وبالتحديد بسفر الرؤية موضوعها ومحورها هو شخص واحد مجيء يسوع المسيح ثانية تتمحور على شخص الرب يسوع اللي قدم خلاص كامل ولكن يرجع لكي يكون الخلاص متكامل بالتمجيد ولكي يكون الديان لكل من يرفضه ولا يؤمن به ترجمة نانسي قنقر